سنواصل في هذه المحاضرة مناغشة تفاعلات الألقينات وكما قلنا سابقا يوجد نوعان من تفاعلات الألقينات النوع العول وهو تناولنا لها مثالين ثم المثال الثالث وهو هذا التفاعل هو أي إضافة الماء تحدث في وجود عامل محفز وهو الحمط المخفف المثال التالي اثنين مثال بروبين والكين يتفاعل مع الماء في وجود الحمط وتحدث الإضافة حيث تضاف زرة الحيدروجين إلى الكربونة الأولى التي بها زرتين حيدروجين ثم مجموعة الحيدروكسيل تضاف إلى الكربونة الثانية إضافة الماء إلى الألقينات تعطي الكهولات ماركو فينيكوفس رول قاعدة ماركو فينيكوفس وهي القاعدة التي تحكم الإضافة وتنص على الآتي إضافة الكاشف الكاشف ومثال له كلوريد الحيدروجين أو بروميد الحيدروجين أو الماء نجد أن الـ H أي زرة الحيدروجين ترتبط بزرة الكربون التي بها أكثر أدت من زرات الحيدروجين والـ X ترتبط بزرة الكربون الثانية والتي يكون بها أقل أدت من زرات الحيدروجين المثال التالي مركب واحد حكسين يتفاعل مع بروميد الحيدروجين في وجود الماء وهو مثال للـ Hydrogenation of Alcine نلاحظ أن زرات الحيدروجين ترتبط بزرة الكربون رقم واحد والتي بها زراتي حيدروجين أما البروم فترتبط بزرة الكربون الثانية والتي بها زرات حيدروجين واحدة وهذا حسب القاعدة توجد ملاحظة أو استثناء في حالة تكون زراتي الكربون لهما نفس الأدت من زرات الحيدروجين أو نفس الأدت من مجموعات القاعد ففي هذه الحالة ينتج خليط من النواتج يعني تحدث الإضافة بحيث يكون هناك ناتجين للإضافة الأول تكون فيه الحيدروجين في زرات كربون والبروم في الأخرى ثم الناتج الثاني يحدث فيه العكس ترجمة نانسي قنقر